اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعطيهم خطة التفويج السنوية خروجهم من منى الى عرفة ورجوعهم من عرفة الى مزدلفة فهذه الخطة احنا كل سنة نوضعها لهم على اساس نحاول ننجح ونفوج الجماعة في اسرع وقت ممكن طبعا المدة اللي نعطيهم اياها هي المفروض نتجاوزها في خلال سواتين نفوج البحرينين كلهم الحمد لله في السنوات اللي ماضت نجحنا في خطط التفويج الموجودة عندنا وصار عندنا يعني تفويج بحركة سريعة بتعاون المقاولين طبعا معنا على اتفاقنا التفويج خروج الحجاج من العرفات والابواب اللي كانوا يستخدمونها بيكونون يستخدمونها في الابواب المسارات اللي يمشون فيها فيكون منظم ازيد في عملية تسهيل وتنظيم الى حركة الحجاج والتفويج طبعا الجماعة بيناولين الاوقات اللي لازم نتفوج فيها من مشعر ميناء ومشعر مزدلفة ومشعر عرفة والوقت المتاح الىنا اللي لازم نطلع فيه واعتقد بان الامور يعني واضحة لكن مهما كان يعني في مثل ظروف الحج هذه علينا ان نصبر ونتحمل ونتعامل مع يعني الاجهزة المختصة رجال الامن وغيرهم بحيث ان يكون هناك الانسياب وعدم التدافع هذا من اهم الشروط اللي نسعى اليها كما اقامت اللجنة الامنية دورة تدريبية في اساسيات التعامل مع نشوب الحرائق وقد حضر اللقاء فريق الكشافة وعدد من منتسب البعثة وشملت الدورة على شرح انواع الحرائق وطرق التعامل مع كل نوع منها اضافة الى طرق انقاذ المصابين من جانب اخر واصلت البعثة ممثلة في رئيسها سعدة الشيخ عدنان القطان وعدد من المسؤولين زياراتها لحملات حجاج بيت الله الحرام تقوية لأواصر التعاون ورصدا لرضى رؤساء الحملات والحجاج للخدمات التي تقدمها البعثة الحقيقة اولا اقدم جزيل الشكر والاحترام الى بعثة البحرين التي لا يعني تلو وقتا الا وهي تطمئن على جميع حجاج البحرين عامة كما واصلت كاميرا البعثة جولاتها الميدانية بين الحجاج لاستطلاع ارائهم ومستوى رضاهم عن اداء الحملات اشتركوا في القناة